لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سابسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي النهاردة هنعمل وصفة ممتازة جدا لطبيع منطقة البكيني والمنطقة الحساسة كمان الوصفة بتاعتني دي لو حطتيها على منطقة القبط او المهبل مش هتصدقي النتيجة بتاعتها رائعة جدا يلا بينا هنقول مكونات الوصفة بتاعتنا وعايز اقولكم ان الوصفة دي انا شفتها في قناة اسمها وصفات منوعة قناة جميلة جدا والبنوتة اللي بتقدم الوصفة دي عالسولة وانا هسيب لكم لينك قناتها في صندوق الوصفة عشان تتفرجوا على قناتها ممتازة وبتقدم وصفات حلوة انا شفت الوصفة دي عندها وعجبتني جدا وحبيت ان انا اعملها معاكم لان انا جربتها وليا فترة بستعملها فلما جابت نتيجة معايا قلت لازم اجيبها لكم عشان تشوفوها وان شاء الله تستفادوا بيها الوصفة بتاعتنا يلا بينا لقوم مكوناتها ايه يا بنات؟ مبدأ الوصفة بتاعتي حابة اقول لكم على قناة جميلة جدا جدا قناة موسوعة في كابسولة القناة دي هتقدم لكم حاجات رائعة جدا غير انها ان شاء الله بازن الله متنوعة في مجالات كتير والقناة لسه جديدة عايزين قناة تكبر بيكم وانا هسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصفة تحت الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تدخلوا وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس القناة هتفيدكم كتير لان ان شاء الله بازن الله هتقدم حاجات رائعة وممتازة ان شاء الله تعجبكم اول مكونة هحتاجوا معايا في الوصفة النهاردة هو الشماندر او البنجر زي ما انتوا شايفين ده البنجر بنجيب البنجر وبنخسلها طبعا كويس نبشورها في المبشرة وحتعصريها عشان هناخد المية بتاعتها بس وهنصف فيها في المصفة انا بشراها زي ما انتوا شايفين كده لكن انا هصف فيها وهاخد المية بتاعتها فقط اما تاني مكون معايا هو هنجيبي حبة واحدة من البطاطس هتقشريها ويهتضربيها في الكبأ او هتبشريها في المبشرة علشان برضو هنعصرها وناخد المية بتاعت البطاطس فقط يا بنا اخر مكون معايا هو الجيلاتين طبعا الجيلاتين متوفر فيه كل الدول وده شكله علشان برضو تعرفوه اه هنجيب برضو معلقتين او تلاتة من الجيلاتين مش غالي ورخيص خالص يلا بنا بقت الوقت هنعمل الوصفة مع بعض انا معايا هنا يا بنيات مية البطاطس بعد ما صفتها اخدت المية بس بتاعتها بالشكل ده هبدأ اصفي بقى معاكو برضو الشمندر او البنجر هنبدأ نصفيه هناخد المية بتاعتو بس برضو بالشكل ده كده انا حطيت البطاطس على الشمندر هبدأ دلوقتي اضيف الجيلاتين على البطاطس والبنجر اللي انا ايه عصرتوهم بالشكل ده وهنبدأ نقلب وبعد كده هناخد الخلطة بتاعتنا دي وحنحطها في الميكرويف لو ما عندكيش ميكرويف ممكن تعملي لها حمام مائي مية سخنة ويتقلبي فيها لحت ما تديك القوام اللي احنا عايزينه وبعد ما حطيتها يا بنات في الميكرويف بقت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طريقة استخدامنا بقى للوصفة بتاعتنا دي سهلة وبسيطة جدا اول حاجة ان شاء الله لازم تغسل المنطقة اللي انت هتحطي عليها سواء منطقة البجيني او تحت الايبت او آآ آآ على المهبل لازم تغسلها كويس جدا بالمية الدافية وبالصابون الطبي وبعد كده هتقدي باديك وتدهيني عليها هتسيبيها آآ على المنطقة هتستخدميها لمدة 3 اسابيع ان شاء الله وهتجيب معاك نتيجة كويسة جدا في التفتيح آآ وكمان بتديك لون وردي جميل جدا لو استمرتي عليها ان شاء الله بازن الله هتديك نتيجة ممتازة وان شاء الله الوصفة يا رب بتعجبكم وازا عجبتكم الوصفة تنسوش تعمل لايك للفيديو شايروا الفيديو لكل صحبكم على الفيسبوك وجوجل بلاس وواتساب وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع جيجي كل حياتي لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سابسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد